اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفكرة اننا عايزين جمهور النادي الاهلي ومحبيه وجميع السادة المشاهدين يعرفوا طريقة كتابة المحاضر في الفترة دي وازاي كان العمل منظم بتكلفات محددة ودقة شديدة ازاي كانوا مهتمين بكل التفاصيل ومالجير ما يسيبوا اي شيء للصدفة ومن الحلقة دي بقى هنكمل اراية محاضر مجلس ادارة اللجنة العليا للنادي الاهلي للالعاب الرياضية لكن بطريقة مختلفة هناخد من المحضر اهم القرارات من غير ما نقرأ نص المحضر بالكامل الحقيقة لو قرنا نصوص المحاضر والجمعية العمومية كاملة مش هيكفينا سنوات وسنوات عشان نخلصها لكن في نفس الوقت اي حاجة هتستدع اننا نقرأها كاملة ونعرضها عليكم هنعرضها كاملة لان في احداث مرت على النادي الاهلي صدرت فيها قرارات القرار الواحد يستحق حلقة كاملة لشرح ملابساته وظروفه واللي ترتب عليه انا بقول الكلام ده عشان تعيشوا معنا الحلقات لان البرنامج ده ليكم ولانه ليكم فاحنا لازم نعيشكم في تاريخ الاهلي من واقع محاضر مجلس ادارته خطوة بخطوة ودلوقتي بقى هندخل على محضر جلسة 13 ديسمبر 1907 بدأت الجلسة في الساعة الثالثة العصر بحضور مستر ميتشي الانس وادريس راغب بك واسماعيل سر باشا وعمر لطفي بك وحضور محمد فاند شريف سكرتير للجلسة الجلسة بدأت بطلب من ادريس راغب بك في زيادات على عقد الشركة عقد شركة الاهلي للألعاب الرياضية الزيادات هنا معناها اضافة مواد لعقد الشركة ادريس راغب بك كان شايف ان عقد الشركة لازم يتضمن بعض التوضيحات ادريس راغب بك كان شايف ان عقد الشركة لازم يتضمن بعض التوضيحات وبعد منقشات بين المجتمعين قررت اللجنة أن إدريس راغب بيك يقعد مع عمر لطفي بيك ويقرره هل يتم ضم الإضافات لعقد الشركة اللي صدر فعلا في 26 مايو 907 ولا الأفضل أنه يتم ضمها لقانون النادي وبعد كده اقترح عمر لطفي بيك تعيني يوم في الأسبوع أو يومين لدخول السيدات ليس إلا يعني السيدات بس هما اللي يدخلوا النادي وتم تأجيل النظر في الاقتراح ده لجلسة أخرى الاقتراح ده ما كانش غريب على عمر لطفي بيك لأنه كان مؤمن بحقوق المرأة وذكرت مجلة الهلال اللي صدرت بعد وفاته في عدد أول مارس 1912 أن عمر لطفي بيك صدر له كتاب بعنوان حق المرأة وقالت دار الهلال نصا أن الكتاب ده كان رسالة بالفرنسوية طبعت في مصر سنة 1897 وهي خلاصة خطاب ألقاها على مجمع السيدات في جينيف سنة 1896 أبان فيها حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وقارب بينها وبين مال المرأة الغربية وإن الإسلام خول للمرأة حقوقا لا تزال المرأة الإفرنجية محرومة منها اقتراح عمر لطفي بضرورة دخول المرأة المصرية للنادي الأهلي كان متصق تماما مع أفكاره الشخصية وأفكار رفيق فاحه الزعيم مصطفى كامل فكان العديد من السيدات بيحضروا خطاب الزعيم مصطفى كامل وكان دايما بيبدأها بعبارة سيداتي سادتي وعلى فكرة مصطفى كامل كان أول واحد يقول المصطلح ده سيداتي سادتي ما نعرفش بعد كده مين اللي أضاف أنساتي بقى سيداتي أنساتي سادتي لكن في الحقيقة ظهور المرأة في نادوات مصطفى كامل الوطنية كان على استحياء لكنه كان بيعتبر أول ظهور للمرأة في عمل عام وقتها وطبعا كانت لسه المرأة المصرية ما بتخرجش من البيت إلا بالياشمك أو البرؤة لكن اللجنة العليا للنادي الأهلي قررت تأجيل النظر في اقتراح عمر لطفي بيك لجلسة أخرى لأن ظروف المجتمع في الوقت ده فرضت تأجيل دخول المرأة للنادي لوقت تاني حلم عمر لطفي بيك بدخول المرأة المصرية للنادي الأهلي ما تحققش لحد وفاته في 5 نوفمبر 1911 لكن دخول المرأة المصرية للنادي الأهلي ما تأخرش كتير وده حنعرفه في محاضر الجلسات اللي جاي كان آخر حاجة ناقشت فيها اللجنة العليا للنادي الأهلي في الجلسة دي نادي المدارس العليا حيدفع كام لاشتراك أعضاءه في النادي وقررت اللجنة تأجيل القرار في الموضوع ده لحد ما عمر لطفي بيك اللي هو في نفس الوقت رئيس نادي المدارس العليا يتناقش مع مجلس أدارته وانتهى الاجتماع وننتقل فورا لمحضر الجلسة التالية محضر جلسة 31 ديسمبر 1907 بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا بحضور مستر ميتشي الأنس وقدريس راغب بيك واسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر سلطان بيك وحضور محمد فاند شريف سيكرتير للجنة عمر لطفي بيك ما حضرش الجلسة دي ودي كانت أول جلسة ما يحضرهاش لكن الجلسة بدأت بموقف زريف أو بالنسبة دينا لكنه كان طبيعي جدا في الوقت ده إدريس راغب بيك قال إنه اجتهت في محاولة مقابلة عمر لطفي بيك عشان يناقشه في الزيادات اللي اقترحها زي ما اللجنة طلبت لكن لم يتيسر له ذلك إحنا ممكن نهاردة نقول إزاي الكلام ده يحصل إزاي يعني البشوات والبكوات دول مش عارفين يتصلوا ببعض أو يتقابلوا أما البقى الناس تعمل إيه ليه إدريس راغب معرفش يقابل عمر لطفي تفتكروا ليه صحيح ليه إدريس راغب بيك على مدى حوالي تلات أسابيع معرفش يقابل عمر لطفي بيك في الوقت ده في مصر كانت وسائل الاتصال بين الناس صعبة جدا يعني علشان حد يعوز حد لازم يروح له لغاية البيت أكيد حد حيقول طب ليه ما يتصلش بيه بالتليفون طب تعالوا نشوف بقى التليفونات في مصر في الوقت ده كان وضعها إيه خطوط التليفونات دخلت مصر سنة 1881 وكان أول خط تليفون بين القاهرة واسكندرية وبعدها بسنتين تم مد خطوط للسويس وبرسعيد والإسماعيلية وسنة 1895 كان عدد خطوط التليفونات في مصر كلها 150 خط تليفون بس وفي 1907 كان عدد خطوط التليفون في مصر ما يزيدش عن 350 خط في مصر والسودان وكان رقم التليفون لا يزيد عن 3 أرقام يعني رقم تليفون جريدة المؤيد مثلا كان 435 يعني 435 وزادت الخطوط سنة 1910 وعدت الألف خط أصبحت أرقام التليفونات مكونة من أربع أرقام يعني مثلا رقم جريدة الشعب كان 2828 2988 بس خلوا بالكم جريدة الشعب دي غير جريدة الشعب اللي ظهرت في الخمسينيات خطوط التليفون في الوقت ده يا دوب كانت مغطية المقارات الحكومية وأسر الحكم والوزرات والجيش الإنجليزي وبعض الصحف مش بس لأن التكلفة كانت عالية جدا لا كمان عدد الخطوط قليل جدا بالمقارنة بعدد سكان مصر اللي كان تقريبا حوالي 11 مليون نسمة وعدد سكان القاهرة كانوا أقل من 700 ألف نسمة معنى الكلام ده إيه؟ إن أغلب الناس ما عندهاش تليفون في البيت بشوات كتير ما عندهمش تليفون فما بالكم بقى بالبكوات وبقى الشعب كان اللي عايز حد لازم يروح له بيته وممكن أو يروح ما يلاقهوش فيسيب له خبر صاحبنا بقى يروح للجاله ما يلاقهوش برضو أو ممكن يتفق على معاد ويجي لحد ظرف ويروح واحد من الاثنين المعاد والتاني ما يعرفش يروح الحاجات دي كانت عادية جدا في الفترة دي تخيلوا إدريس بك راغب بيقول إنه اجتهد في محاولة مقابلك عمر لطفي بيك عشان يناقشه في الزيادات اللي اقترحها زي ما اللجنة طلبت ومعرفش يقابله يعني اللي عارف يقابله في بيته ولا عارف يقابله في مكتب المحاولة بتاعه طبعا بالنسبة لنا الكلام ده النهار ده مستغرب جدا في فترة بتتم فيها الاجتماعات بخاصية الفيديو كونفرنس يعني واحد في امريكا والتاني في فرنسا والتالت في مصر بيتقابله في نفس اللحظة تفتكروا احنا ممكن دلوقت نستحمل عيشة اجدادنا اجدادنا كانوا بيعانوا والله وفي نفس الجلسة اللي هي جلسة 31 ديسمبر 907 قرر المجتمعون ان يكون العدد القانوني لصحة انعقاد اللجنة خمسة اعضاء على الاقل في المستقبل بما فيهم الرئيس وقررت ان تقبل في حالة عدم امكان احد الاعضاء الحضور ان يوكل من يشاء للحضور عنها وان يكفي لذلك مجرد خطاب للرئيس يسلمه عندما يحضر الجلسة وننتقل لمحضر الجلسة التالية محضر جلسة 21 فبراير 1908 بدأت الجلسة الساعة الثالثة والنصف عصرا بحضور مستر ميتش الانس واسماعيل سر باشا وعمر بيك لطفي وحضور محمد فاند شريف سكرتير للجلسة كان اهم النقط اللي تم منقشتها سبب غياب الاعضاء عن الحضور الجلسة تأجلت كذا مرة عشان الاعضاء تحضر والنصاب القانوني خمس اعضاء واللي حضر الجلسة تلتة بس في الوقت ده حصلت انتقالات لمجموعة من الاعضاء للعمر خارج القاهرة ومنهم اللي سافر برا مصر وزمان السفر برا كان بياخد شهور ذهبوا عودة لانه كان سفر بالبواخر كمان عدم وجود وسيلة اتصال كان بيتسبب في عدم ابلاغ بعض الاعضاء بموعد الجلسات او تنسيق موعد يناسب الاغلبين ميستر ميتش الانس قال ان سبب غياب عبدالخالق ثروة باشا هو انتقاله لأسيوت بعد توليه منصب مدير مدرية أسيوت زي ما اتفقنا كده يعني محافظ أسيوت زي ما بنقول عليه دلوقتي هنا اقترح عمر لطفي بك ضم علي ابو الفتوح بك بدلا من عبدالخالق ثروة باشا واذا ما قبلش فممكن ضم طلعت حرب بك لكن تم تأجيل البت في الامر ده لجلسة تالية واسماعيل سري باشا وعد بمقابلة امين سامي باشا يشوف ليه ما حضرش الجلسة وعمر بك لطفي حيشوف بقى الاعضاء ادريس راغب بك وعمر سلطان بك ولان المجتمعين ما تكملوش العدد القانوني للجلسة اللي هو خمس اعضاء فلم يتم اتخاذ اي قرارات اتناقشوا وديا في مقترح لمستر ميتشل انس اتناقشوا وديا في مقترح لمستر ميتشل انس بان النادي يكون تحت رعاية الحضرة الفخيمة الخدوية وتأجل النظر في الموضوع لجلسة تانية وفعلا بعد كده تقرر وضع النادي تحت رعاية الحضرة الفخيمة الخدوية واتفقوا ان الجلسة التانية تكون الساعة تلاتة ونص يوم التلات خمسة وعشرين فبراير الف تسعمية وتمانية يعني بعد اربع ايام بس لكن احنا قدام امر مهم لازم نقف عنده في الجلسة اللي قبل الجلسة دي اللي هي جلسة واحد وتلاتين ديسمبر تسعمية وسبعة قرر المجتمعون ان يكون العدد القانوني لصحة انعقاد اللجنة خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس فلما ما اكتملش النصاب نفزوا القرار وانفضت الجلسة واتفقوا على الاتصال بباقي الاعضاء عشان يحضروا الجلسات قرار صحة انعقاد الجلسات بحضور خمس اعضاء على الاقل كان باردتهم محدش ضغط عليهم عشان ياخدوه يعني كان ممكن لما النصاب ما يكتملش في اول جلسة بعد القرار ده يقولوا خلاص مش مهم ننفزوا من الجلسة اللي جاية وانكلم باقي زملائنا عشان يحضروا لكن ده النادي اي قرار لازم يتنفز مهما كانت تبعاته لابد من احترام اي قرار وبعد اربع ايام بدأت جلسة 25 فبراير 1908 بدأت الجلسة الساعة 3 ونص العصر بحضور مستر ميتشل انس وادريس راغب بك وحسين رشدي باشا وامين سامي باشا وعمر سلطان بك وعمر لطفي بك وحضور محمد افند شريف سكرتير الجلسة وبعد بداية الجلسة ام ادريس راغب بك بتسليم رئيس الجلسة توكيل من عزيز عزة باشا ينوب عنه في الجلسة ونفس الامر ام بعمر لطفي بك بتسليم توكيل من اسماعيل سري باشا عشان ينوب عنه في الجلسة يعني بدأت تفعيل قرار جلسة 31 ديسمبر 907 اللي يغيب يقوم بتوكيل احد الاعضاء نيابة عنه في الحضور مستر ميتشل انس ابلغ الحاضرين ان عبدالخالق سروة باشا طلب اعفاقه من عضوية لجنة النادي وده بخطاب بعتوله لانه مش هيقدر يحضر الجلسات بسبب نقله لأسيوت بعد تعيينه مدير لمدرية أسيوت يعني محافظ أسيوت وقرى مستر ميتشل انس خطاب طلب الاعفاء على الحاضرين فقررت اللجنة قبول الاعفاء وهنا اقترح عمر لطفي بك تعيين علي أبو الفتوح بك بديلا لعبدالخالق سروة باشا ووافقت اللجنة باتحاد القراءة اتحاد القراءة هنا يعني بالاجماع زي ما بنقول عليها دلوقتي وكلفه السكرتير يكتب له رسالة ويرجوه قبول عضوية اللجنة مين هو علي أبو الفتوح بك عضو اللجنة العليا الجديد وافق أعضاء اللجنة العليا للنادي الأهلي على ضم علي أبو الفتوح بك ليصبح عضوا باللجنة علي أبو الفتوح بك اللي أصبح باشا فيما بعد كان نبغى في الحقوق والترجمة والاقتصاد السياسي ولد عام 1873 في مدينة بلقاس وكان والده من أسرين وكان الزياء الغربية اتعلم في كتاب القرية وحفظ القرآن الكريم وهو عنده 11 سنة بعد كده درس في مدرسة سان لويس الفرنسية بطنطة وحصل منها على الشهادة الثانوية سافر إلى فرنسا ودرس القانون بجامعة مومبليه وحصل على شهادة الليسانس والحقيقة ما اكتفاش باللي وصله في مسارته فحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من باريس شارك في العديد من المؤتمرات القانونية وعدة جمعيات قانونية في أوروبا وساهم في وضع قوانين مختلفة وشارك مع زملائه في ترجمة كتاب الاقتصاد السياسي للمفكر الفرنسي جيفونس بعد ما رجع مصر تدرك في سلك القضاء وتعين رئيس لنيابة الاستئناف ووكيل نظرة المعارف العمومية لغاية مواصل لمنصب الأفوكات العام اللي احنا بنقول عليه دلوقتي النائب العام ألف بعض الكتب والأبحاث القانونية باللغتين العربية والفرنسية منها كتاب خواطر في القضاء والاقتصاد والاكتباع ورسالة الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في القضاء والاكتصاد والاكتباع علي أبو الفتوح باشا كان قامة كبيرة أفادة المجتمع المصري توفي سنة 1913 في سن 40 عام موت علي أبو الفتوح باشا كان خسارة وطنية كبيرة لدرجة أن أمير الشعراء أحمد شوقي رثاه في قصيدة شهيرة من 56 بيت بنذكر منها قل النعي هتكت دمع الصابر المتجملي الملتق الأحداث إن نازلت كأن لم تنزلي حمل الأسى بأب الفتوح علي ما لم أحملي حتى ذهلت ومن يذوق فقد الأحبة يذهلي فعتبت في ركن القضاء على القضاء المنزلي لها في على ذاك الشباب وذلك المستقبلي وبعد ما تعرفنا على عضو اللجنة العليا الجديد علي أبو الفتوح باشا نكمل محضر جلسة 25 فبراير 908 اقترح عمر لطفي بيك تعيين سكرتير عام للنادي بدون أجر زيادة على سكرتير اللجنة وبعد مناقشات قررت اللجنة تعيين أمين صندوق بدون أجر وهنا اقترح عمر سلطان بيك تعيين محمد علي الدولار بيك في هذه الوظيفة فقررت اللجنة ذلك باتحاد الأراء اللي هو إيه؟ إجماع الأراء وكلفت السكرتير بكتبة خطاب لحضرته يرجوه قبول هذه الوظيفة ونقف هنا شوية الإنشاءات في النادي ماشي على قدمه ساق ومؤكد إن النادي بعد افتتاحه هيحتاج وجود سكرتير عام لإدارته يعني زي مدير عام للنادي كده أو المدير التنفيذي يبقى لازم يكون موجود سكرتير عام للنادي وده غير سكرتير اللجنة العليا للنادي اللي هو سكرتير مجلس الإدارة لكن اللجنة العليا لما تناقشت لقيت إن الأولى دلوقتي وجود أمين صندوق للنادي وبالتالي اتفقت على ضم محمد علي دولار بيك كأمين للصندوق فأصبح محمد علي دولار بيك أول أمين صندوق للنادي الأهلي ثم اقترح أمين سامي باشا تعديل اسم النادي كالآتي النادي الأهلي للرياضة البدنية لأن الرياضة البدنية أعم وأشمل من الألعاب الرياضية فوافقت اللجنة على ذلك باتحاد الأصوات اقترح أمين سامي باشا كان في محله لكن الرياضة البدنية بتشمل بجانب ممارسة الألعاب الرياضية الحفاظ على الصحة والبدن وبناء الجسد بصورة سليمة وبكده يكون أمين سامي باشا هو الرجل الذي كان وراء تغيير اسم النادي الأهلي ومن اليوم ده اسم النادي الأهلي أصبح النادي الأهلي للرياضة البدنية لكن الجلسة دي شهدت قرار من أخطر القرارات في تاريخ النادي الأهلي للرياضة البدنية في الجلسة دي مستر ميتشل أنز عرض حسابات النادي من يوم التأسيس ولحد تاريخ انعقاد الجلسة الارادات بلغت 1472 جنيه و500 مليم يعني 1472 جنيه ونص لأن ال500 مليم بيسوه نص جنيه الارادات دي بتخص دفعات المساهمين اللي اشتروا أسهم طبعا لسه ما فيش أي ارادات تخص اشتراكات العضوية والكلام ده لأن النادي لسه ما فتحش الارادات بلغت 1427 جنيه و500 مليم 500 مليم يعني 50 قرش يعني المبلغ كله 1427 جنيه ونص الارادات دي كانت بتخص دفعات المساهمين اللي اشتروا أسهم طبعا لسه ما فيش أي ارادات تخص اشتراكات العضوية والكلام ده لأن النادي لسه ما فتحش والمصروفات بلغت 1269 جنيه و120 مليم وفي سيولة مالية 158 جنيه و380 مليم طب فين المشكلة المشكلة أنه لم يتم الاكتتاب إلا في 633 سهم بس من ألف سهم تم طرحها قيمة الأسهم دي 3165 جنيه لكن الأسهم بيتم دفع قيمتها من المساهمين على دفعات واللي تم جمعه من المكتتبين لحد التاريخ ده اللي هو تاريخ الاعقاد الجلسة كان 1427 جنيه ونص الأزمة المالية حصلت لسببين السبب الأول عدم بيع كل حصص الاكتتاب وعددها ألف سهم اللي اتباع 633 ومتبقي 367 سهم والسبب الثاني أن دفعات الاكتتاب ما كانتش بتوصل في معادها لأسباب كتير أحيانا البعض من المكتتبين كان بيتعثر ماليا وأحيان أخرى طرق الاتصال والتنصيق لدفع الحصص كانت صعبة زي ما قلنا قبل كده النادي محتاج فلوس لاستكمال عمليات البناء ودفعات المكتتبين مش هتغطي مصريف البناء وباقي التجهيزات المطلوبة لفتتاح النادي ولو استننا دفعات الاكتتاب مش هنقدر نفتتح النادي إلا بعد فترة طويل اللجنة العليا للنادي الأهلي للرياضة البدنية اتناقشت في المركز المالي للنادي وقررت عمل قرد من البنك الأهلي قيمته ألفين جنيه بشروط اللي حيتفق عليها مستر ميتش الأنس مع مدير البنك وقبل إدريس راغب بك وعمر سلطان بك إنهم يضمنوا النادي عند البنك لسداد القرد ونضم إليهم في ضمان القرد طلعت حرب بك القرار ده كان له تدعيات كتير وخطيرة قوي هنتبعها في حلقات جاية إن شاء الله وفي نفس الوقت اللجنة قررت إن المكتتبين في حصص تأسيس النادي يدفعوا باقي قيمتها على دفعتين الأولى في مارس تسعمية وتمانية والتانية في إبريل تسعمية وتمانية في محاولة منهم لتجميع أكبر قدر من الأموال ولأن النادي قرب على الانتهاء من الانشاءات كان لابد من تجهيز الأساس فوافقت اللجنة على تكليف مستر ميتش الأنس بشراء الأساس اللازم لبيت النادي اللي هو الكلاب هاوس وكمان قررت عمل صور من الحديد لأرض النادي وأخيراً تم عرض مشروع قانون النادي اللي هو ليحتو وبعد مناقشات وتعديل إحدى المواد تمت الموافقة على قانون النادي باتحاد الأراء وصادقت على قانون النادي وقررت طبعه القانون ده كان أول لائحة في تاريخ النادي الأهلي وزي ما احنا عارفين إن اللايحة هي المنظمة لكل ما يخص الناحي الإدرية للنادي يعني بتحدد مين لهم حق عضوية النادي وازاي بيتم اختيارهم والموافق عليهم وكيفية إدارة جلسات مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء اللجنة العليا وكمان كيفية ونظام اجتماع الجمعيات العمومية للنادي وللشركاء المساهمين مش بس كده اللايحة كمان شملت علاقة الأعضاء ببعضهم وبالعاملين في النادي وضعت نظام مفيش حد يقدر يتخطى إيه النظام ده مهم جدا نعرفه هنتكلم فيه مع بعض لو ربنا ادينا ودكم العمر في الحلقة القادمة إن شاء الله